خالد محمد وميسون مناصرة برعاية جوال حتى العاشرة بتخلى البرنامجنا عنده تسعة موجز لأهم الأنباء وعنده تاسعة ونصف وقفة إعلانية كنا في البداية مع بلدة بيتفريك ومشروع لشبات ومشتر جميل ثم كنا مع استخدام المعاقمات من الخليلة هلا بنكون في كندا مع الدكتور يوسف عاطف أبو عصبة اختصاص جراحة الصدر والمناظير وجراحة الرئة والمريء وماذا نعرف عن تخصص جراحة الصدر الجديد في جراحة الصدر الجديد في علاجاته الجديد أيضا في سبل العلاج في طرق التعاون مع المضاعفات أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف صباح الخير لأهلنا وناسنا بكندا وكل جلياتنا الحبيبة هناك أحلى صباح يسعد صباح الميسوني في ساعة صباح جميع المستمعين وين بكندا حضرتك؟ أنا بلندن أونتاريو أه بأونتاريو أنا كنت بموريال كل كندا حلوة كل كندا حلوة وبتحس الجالية هناك مترابطة أكتر من أي جالية في أي دولة في العالم والتعامل الكنديين أيضا معنا يختلف عن تعامل أي دولة تانية يعني فيه فرصة للنمو ولا لا نعم صحيح إحنا يعني بصراحة الجالية الفلسطينية دائما وين مكان أنا التقيت فيهم بأكثر مكان دائما مترابطين ميحوا بيعكسوا صورة كتير حلوة عن بلدنا لأنه بلدنا فيها أشياء كتير حلوة أنه الواحد يبينها طبعا بحكم معاملة طبعا بشوطهم عن طريق المستشفى ولكن الجالي بشكل عام فيه كثير على موضوع التجمعات كندا كمان بحكوا فرنسي وإنجليزي في كيبك بحكوا فرنسي والفلسطيني هناك سواء بشتغلوا أبوا درسوا نشكر الله أنهم وفقين وإن شاء الله دائما ترفعوا راسنا وين ما تروحوا دكتورنا أنت كفاءاتنا بترفع الراس حضرتك جراحة عامة في مشفى المقاصد كنت من 2011 ل2014 خبرة طويلة ما شاء الله وإن شاء الله المقاصد ينهض من كبوته والكل يوقف جنبه هلأ تخصص جراحة صدر والمناظير في مشفى رنبم في حيفا من 2014 ل2019 وأيضا أزمالة الكندية في تخصص جراحة الصدر من جامعة وسترن أنتيريو ومركز لندن للعلم الطبية 2019-2021 دكتورنا تخصص جراحة الصدر كمان ارتبط موضوعة الأمراض الصدرية بكورونا حاليا لأن الكورونا بتهاجم أضعف إشي في جسم الإنسان ففي كتير للأسف راح وضحايا من كبارنا في العمر وكذلك من اللي ما عندهم مناعة كبيرة في مسألة الأمراض الصدرية خليني نتكلم عن تخصص جراحة الصدر شو طبيعة الأمراض بتتعاملوا معاها وشو دور شراحة الصدر في علاج أمراض الصدر بشكل عام والسرطان الصدر بشكل خاص تفضل حضر عزيزي أهلا وسهلا فيك تفضل الله يساعدك تخصص جراحة الصدر هو تخصص اللي بيعنا بكل ما هو داخل ترجيب الصدري هو أحد تخصصات الجراحية وإحنا نتعامل مع جميع ما هو داخل الترجيب الصدري بما فيه الرئة بأمراضها خاصة الأورام المريء منطقة المنصف وبتحوي على قلب غشاء القلب وغشاء الرئة وأيضا الأمراض اللي بتصيب جدار الصدر نفسها سواء كانت في الأضلاع أو في العضلات بما فيها الأورام هو تخصص مش جديد هو تخصص موجود من سنوات ولكن هو أحد التخصصات اللي بتشهد ثورة علمية كثير كبيرة في تطور كثير كبير خاصة في العشر سنوات الأخيرة في طريقة إجراء العمليات وفي نوعية العمليات اللي احنا منجريها عشان أقرضها لحضرتك ولي المستمعين لأنه بطل في جرحات تقليدية حتى في معظم الجرحات حاليا نعم احنا ما زلنا منستخدم الجرحات التقليدية في حالات معينة ولكن لحد مثلا في السنوات السابقة كنا احنا إذا بدنا نعمل حتى مجرد عين من الرئة كنا مجهورين نعمل جرح بحدود 35 سانتي بين الأضلاع بعد ما بين الأضلاع في عمليات معينة كنا حتى نستطر أنه نقص الأضلاع ونقص العضلات عشان ندخل على الرئة ونستأصل اليوم احنا منعمل نفس العملية الجراحية باستخدام شق جراحي وحيد باستخدام ننظار شق حجم 2 سانتي طبعا هنا الفرق ما بين العمليتين مش بس حجم الجرح على الجد أو من ناحية جمالية مع أنه هذا كتير مهم ولكن الفرق أيضا في الآلام ما بعد العملية والفرق في سرعة تعودة المريض لحياة الطبيعية سرعة تعودة المريض لنشاطه لعمله و قدش هالعمليات أكثرت على الفنكشن تبع المريض وقدش أثرت المريض على أنه يشغل خاصة أغلب صحيح النشاط الوظيفي صحيح هذا كتير مهم لأنه إحنا إحنا نعمل الجرح 2 أو 3 سنتي ما بنقص عضلات ما بنباعد بين أطلع فهذا بساعد كثير كبير بشكل كبير على هؤلاء المرضى لو تعطينا مثال عن بعض العمليات اللي عم تجريها بشكل حديث إذا فعلاً كمان عم تيجي هون على الوطن تجريها لأن تهرف يمكن تقنياتهم مختلفة عن كندا تردل نعم أنا أجريد عمليات في فلسطين أنا إن شاء الله أنا هلأ راجع على فلسطين أنا نهيت السماء الكندية وأنا راجع إن شاء الله إن شاء الله وين بالزبط في فلسطين المقاصد أو العربة أبو العتنين أنا سكان رمالة أنا سكان رمالة رح أكون إن شاء الله موجود في القدس ورمالة وبالخليل يعني نشوف لسه إحنا كيف رح تكون الأمور إن شاء الله ونستفيد من خبرتك ومن كفاءتك الجميلة يعني دائماً كفاءتنا حلو نستقطبها مش تروع العالم أكيد طبعاً طبعاً وإحنا بلدنا محتاجة بصراحة ويعني وشعبنا وأهلنا بيستاهلوا وهذا أحد الأسباب اللي أنا خلتني أن أفكر أن أرجع أنا عندي فرصة كتير مني حان أضلني هنا ولكن شعبنا وأهلنا بيستحقوا بيستاهلوا بصراحة يعني وهذه العمليات وهذا يعني هذا التقدم بيسوء أن يكون في بلدنا طبعاً إذا التقنيات في بعض العمليات نشرح عن بعض العمليات اللي عم تستخدم في هذه التقنيات الحديثة تمهيداً نتحدث عن التطور في سبل التشخيص والعلاج وكذلك في التعامل مع المضاعفات بطل زي زمان كل هاي المواضيع نعم فيها تطور وتطور ملحوظ جداً أيضاً في وقفات نوعية تفضل نعم صحيح أنا بدي أعطي مثال على مرضى سرطان الرئى وأحكي على موضوع التطور اللي صار معهم مرضى سرطان الرئى مثل ما احنا حكينا لحد سنوات قليلة سابقة كان إنه إحنا إذا بدنا نعمل عملية لمريض سرطان الرئى ما يكون عنا إمكانية معينة للتشخيص اليوم بفضل التقنيات الحديثة إحنا ممكن نكون داخلين على العملية وعندنا تصور كامل عن نوع الورم اللي إحنا نستأصله وعن مدى انتشاره ومدى تقدمه سواء كان تقدم موضعي أو تقدم على مستوى الجسم فهذا بخلينا نكون مستعدين بشكل أفضل للتعامل مع هذا الورم من ناحية أنه هل أنا إذا بحاجت أنه أعطي علاج كيماوي مثلا أو علاج إشعاعي قبل العملية أو هل أنا بحاجت أن أنا أعمل مثلا أنا داخل على العملية كبير كبير فأنا بحاجت قلبه ورئة صناعية معي في غرفة العمليات كل هالأشياء حاليا إحنا عنا تقييم كامل عنا قدرة أننا نكون عاملين تقييم كامل للمريض ما قبل العملية وبالتالي نستعد بشكل كامل وبالتالي النتائج تكون بشكل أفضل التطور في العمليات نفسها أو في العلاج اللي هو زي ما احنا حكينا التطور هذا متزامل في عنا تطور كبير جراحي حاليا في طرق إجراء العمليات وأيضا في عنا تطور في علم الأورام في تطور كثير كبير وهذا هذا مواكب للتطور تبعنا وبالتالي أيضا هذا بينعكس على مرضانا في تطور في البروتوكولات اللي احنا عم نستخدمها مع مرضى الأورام في تطور حاليا في العلاج المناعي والعلاج البيولوجي هذا الأشياء ما كانت موجودة من سنوات سابقة وبالتالي كل هذا بيخلينا نوصل نكون بفضع أفضل في علاج مريض سرطان ربنا يبعد عن الجميع إن شاء الله إن شاء الله وبالتالي نحصل على نتائج أفضل وتطور في المضاعفات تطور في علاج المضاعفات أو مش بس مضاعفات تبعات المرض في مثلا بين تبعات المرض مثلا اللي هي الألام بعض الأورام بتكون مصطحف الألام حاليا عنا قدرة كثير وتقنيات كثير متقدمة في التعامل وتقليل الألام عنا مثلا المضاعفات اللي بتصير مثلا موضوع السواء الحول الرئة في حاليا فيه بروتوكولات كيف إحنا نستخدم مثلا في مادة التالف نستخدمها هاي عشان أنه نقلل فرصة عودة السواء المرة ثانية حول الرئة حول الرئة ففي تقدم كتير كبير وهذا يعني يمكن يعني فرصة يعني عبر منبرك أخت ميسون الله يخلي إنه إحنا نوصل إنه لأنه إحنا للأسف في مجتمعنا لسه في فكرة أنه مرضى السرطان يعني هو إشي تيرمينال إشي ما يعني ما رح يكون في فرصة للعلاج أو كده وهذا إشي مش صحيح لا الآن هناك فرص لعلاج السرطان بكل أنواع هناك اختراقات في العلاجات أيضا صحيح يعني نجحات تسجل في فلسطين والعالم صحيح هذا إشي كتير مهم إنه إحنا نوصله للناس خاصة في التشخيص المبكت وخاصة في الالتزام في العلاج يعني هو توقيت توقيت التشخيص له ثلاثة إرباع العلاج إذا أنا بروح بعد الشرع نكون مستمعين في البداية أكيد بنقض نفسي والالتزام بالعلاج نفسه طبعا البروتوكولات العلاج هلأ العلاج أكثر الكيماوي أو الإشعاعي أو حسب نوع السرطان السرطان الصادق حسب المرحلة حسب المرحلة حسب المرحلة العادة المرحلة الأولى والثانية بيكون العلاج من الجراحي في جزء من المرضى في المرحلة الثالثة إحنا نستخدم معهم العلاج الجراحي بالمواكبة مع العلاج الكيماوي الإشعاعي والمرحلة الرابعة بيكون العلاج هو فقط كيماوي وإشعاعي باستثناء حالات معينة طبعا هذا بيعتمد على سب المرحلة وكلهم مرة ثانية كل أنواع العلاج هاي كله فيه تقدم فيها وفي نتائج أفضل من السنوات السابقة دكتور يوسف الناس عم بيجوا أبكر الوعي عم بيزيد عند الناس والعالم كله صار قرية صغيرة بحجم كافة الإيد يعني الناس وعيت عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق الإنترنت فبشوف أنا أنه ما بعرف ربما الحالات بتقل أو على الأقل اللي بتيجي في وقتها نعم يعني هذا الجواب عشان أكون دقيقة في الجواب على هذا الموضوع في شقين لازم أخطيهم في هذه النقطة أول شيء إحنا للأسف في فلسطين لحد اليوم ما عنا مسح تشخيصي وهذا إن شاء الله مش بس في هذا الموضوع في كتير موضيع صحيح هذا يعني موضوع المسح التشخيصي لا هو كمان المسح التشخيصي اللي هو بيعمله يعني صورة طبقية للمرضى المدخنيين بشكل دوري بعد عمر معين عساس أنه إحنا نشخص عندهم الورم أبدر وبالتالي النتيجة العلاج تكون أسرع هذا للأسف لسه مش موجود عندنا في فلسطين نتأمل إنه إحنا نعمله يعني وهذا من بين الأشياء اللي أنا بحلم إنه أنا أعملها إن شاء الله في فلسطين لأنه هذا رح يحافظ على أرواح ناس كتير طب معيتك إذن نستنى قدومك بركن بعد أكما جاء إن شاء الله أنا هذا بتعاون مع ناس كتير أنا يعني ما بداقت تسر الموضوع عليه طبعا ولكن هذا مشروع قومي وهذا مشروع يعني بحافظ على أرواح ناس كتير كتير إن شاء الله والموضوع الثاني هو للأسف مع الكوفيد مع الكورونا لنسبة التشخيص المبكر للأسف قلت لأنه الناس صارت خاف تتوجه للأطباء وأيضا لأن الكورونا والكوفيد نفسه بيعمل أعراض تنفسية فأيضا فهذا بيختلط الأمر على المريض وعلى الطبيب اللي بعالجه صحيح شكرا جزيلا لهالنصائح القيمة ولهالمعلومات الأكثر قيمة يعني قيمتك الغالية وقامتك العالية معنا في المجلة واحد من كفاءتنا المعروفة وان شاء الله تجينا من كندا قريبا من أونتاريو وتكون معنا في رمالة وفي الشمال وفي الخليل وفي القدس وفي كل المحافظات ونعمل على الموضوع اللي حكيت عن حضرتك أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف عاطف أبو عصبة نورتنا من كندا شكرا إليك شكرا إليك إلى اللقاء كل المحبة كل الاحترام شكرا إلينا في الصديق